اهلا بكم اصدقائنا العزاء في صالون الانسانيين بالعربي ومعنا اليوم الصديق العزيز والضيف الجديد اول يوم شرفنا في الصالون منصور الناصر الكاتب والمفكر والا هو قناة على اليوتيوب اللي حب يعني تبحها يتفرج عليها سيجد ايه اه ما تلذل اعين وتشتهي لانفس او هكذا نرجو يعني يجد فيها اشياء كثيرة اه مفيدة اه تحفز العقل على ان يخرج من اه سكونه الدجماتيقي زي ما بيقول اه كانت عن ديفيد هيوم اه الليلة هنسأل سؤال بصراحة قديم هو السؤال قديم والمشكلة لما يبقى السؤال قديم ومتكرر ده معناها ان احنا لسه ملناش الاجابة يعني لا نزعم انا اه شخصيا او ناصر فيما اظن ان عنده الحل النهائي احنا عندنا يعني احتمال والله يجربه يعني الكلام بتاعنا زي ما بيقولوا كده صوابوا ليحتمل الخطأ وقال يا مم وغيرونا يعني ثبت خطأ وغيري يعني من اجابة سابقا الفكرة الخزعبلية ده احنا نرجع للجيل الاول ونشوفها كده بيعملوا ايه ونعمل زي يوم الجيل اول كانت فتن والناس عمالها تتدبح في بعض وتأتل في بعض والفترة الحقيقة الذهبية في الحضارة العربية الاسلامية كانت هي فترة فيها ضعف السياسي يعني كان الخليفة ضعيف جدا الخليفة العباسي كان يعني اه اه طرطور ليس له اي اه اه وزن وكانت دول كلها دول زي البوايئيين او السلاجقة او غيرو او غيرو او الفاطميين في مصر ودول كتير جدا وكان مفكرين احرار اه مكفرين من قبل رجال الدين اللي احنا بنفخر بيهم في كل المحافل وحتى الاسلاميين احيانا يعني اه يفخروا بيهم وهم يعني لو جم يبحثوا فيهم في اطار اخر هيكفرهم زي ابن سينا زي ابن جاوندي زي المعري زي ابن اه الهيثم زي اه الخوارزمي يعني دولا يا اما مكفر يا اما مبدع يا اما مزندق ما فيش حد فيهم سلم من انسنة رجال الدين او الجماعات الاصولية في وقتها والليلة هنحاول نجاوب السؤال الشهير بتاع الامير امير البيان زي ما كان يلقب شكيب ارسلان لما عمل كتابه الاشهر يعيلي طبعا في عشرات الكتب بنفس العنوان تقريبا لماذا اه تأخر وتخلف المسلمون وتقدم غيرهم اه فهو قال والله يعني احنا نشوف احنا نرجع للماضي طب ما الحل الامسل نعمل زي الامم اللي حوالينا منرجعش للماضي ولا حاجة تشوف اللي فلحوا فلحوا جزي ومش هقول لك انجلترا وفرنسا هقول لك يعني ماليزيا هقول لك سنغافورة هقول لك كوريا الجانوبية هقول لك اليابان اللي هي بدأت نهضتها مع النهضة المصرية يعني محمد علي محمد علي باشر والسمبراطور ما يجي اللي زرته قابلو اغرتله الفتحانة في توكيو آآ الراجل جاه آآ أو بعت مندوبين لزيارة آآ مصر وانه هم يشوفوا آآ يعني يحتزوا بالتجربة المصرية وايضا اقرأ بس مش متحقق من المعلومة دي لكن قرأتها في مقال يعني مش في كتاب بحفي وهي ان الكوريا الجنوبية آآ لما كانت مصر يا عبد الناصر وبيعمل المصانع ومش عارف ايه بتاعه والاوانطة بتاعة الوحدة مع اليمن والوحدة مع سوريا والوحدة مع السودان بس بداش دولة اللي اتحادنا معاها وبعدين في الاخر الدول دي كلها اصبحت يعني حطام دول للأسف الشديد الغاجل آآ عبد الناصر جاء وفود من كوريا الجنوبية عشان تشوف احنا نعمل يعني التجربة الناصرية بحيس يشوف الحمد لله ما اخدوهاش وقال له كان راحف ده فهم بنا فتح عليهم يعني بطريقة اخر وبطريقة غير ديمقراطية بالمناسبة يعني اللي بيقول الاستبداد هو السبب التخلف الرئيسي اكيد الاستبداد حاجة وحشة مش حاجة قويسة ولا يشجع عليها اي انسان عاطل لكن الحقيقة مش الاستبداد المشكلة ثقافية مشكلة فكرية مشكلة علمية في الاساس فايه الخلل يا عم منصور بقى اعطي المكروفول لمنصور يقول لنا يجاوب السؤال بعد شكيب ارسلام باكتر من مئة سنة المنصور هيحاول يجاوب على نفس السؤال لماذا تخلف وتأخر المسلمين والناس كلها من حوالينا هل الدين سبب ولا في سبب اخر ولو عندك حل والله يعني ما لا تبخل علينا به تفضل شكرا جزيلا على التقديم اللطيف طبعا هو سؤال كبير وسؤال الغريب انه لم يعد يشغل بالكثير كما كان في مطلع القرن ال 20 كما نعرف انه ارسلان كما ذكر صديقي احمد انه ارجع سبب تخلف في وقتها التخلف في مجتمعات اسلامية لعوامل منها سماها بالضبط الجهل وضعف الاخلاق والجبن وانعدام الوعي التاريخي انا بالنسبة لي ابدأ من الاخير واقدم اجابتي وهي ان الدين هو المتهم الاول ليس بتخلف شعوب المنطقة فقط بل بتراجعها المستمر وايضا رفضها لمفهوم المفاهيم متعددة من المفاهيم التقدم والتحضر والتحديث والحقوق على اشكالها وايضا فكرة تخطيط للمستقبل يعني مستقبل خارج اطار الدين وداخل اطار العالم الحديث وقيمه لهذا يجب ان بعض يسعد يقول لماذا اقول ان الدين هو المتهم اقول اللي سبب بسيط ممكن اي واحد يبحث بنفسه ان احنا كمجتمعات من ايام شكيب ارسلان وقبل محمد عبده سألنا هذا السؤال وحتى من ايام الطهطاوي ونابليون جربنا كل شي خلال القرنين ولم يبقى شيء لم نغيره غيرنا حكومات غيرنا دول غيرنا حدود تداخلت امم تداخلت الشعوب حروب بالعشرات لم كل هاي المتغيرات حدثت ولم يبقى الا شيء واحد فقط لم يتغير وهو الدين والغريب اننا لم نغير في هذا الدين اي شيء تقريبا على الاطلاق بل على العكس نسينا فكرة اصلاحه المزيفة اصلا بل اصبح الحديث ان الدين عن الدين ككل موضوع شبه محرم ويؤدي بصاحبه كمان عرف الى التهلكة وما لا يسر عدوا ولا صغير لهذا حين نتساءل لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا انا اقول على عكس ما كل من ادعى كاذبا او اغلبهم كانوا كاذبين ويحاولون اثير الموضوع انا اقول بانه سأقدم اجابة اقول ان السؤال في الاصل هو خطأ الذي تخلف هو الدين وليس نحن اي ليس الانسان الدين هو المتخلف وليس الانسان وهذه هي الحقيقة علينا ان نعترف بها والحقيقة تقول بان هذا الدين الموروث وميت سريريا ويجب احالة هذا الدين الموروث على المعاش ومن يعترض على قولي له هذا الحق الكامل لكن قبل ان يعترض عليها ان يجيبني على سؤال مهم وهو ما الذي قدمه رجال الدين لشعوبنا وما قيمة ما قدموه هذه السؤالين خطيرين جدا يجب ان نتأمل فيهما جيدا ونفرز الحقائق كما هي هؤلاء لم يقدموا سوى اللف والدوران والمناظرات ويعني حول قضايا لا تمس صلب حاجات الناس والسؤال البسط لماذا تمنعون الناس من تطوير قدراتهم واستقلال عن سلطتكم مثلا كما حصل في اوروبا الحقيقة انه كما يبدو ان هؤلاء لا يخافون الله كما يدعون بل يخافون على شيء اخر بالبداية لازم اقول ملاحظات اولية قبل ان اتحدث اولا يقول لا بد من وجود دين انا لست ضد وجود دين واعتبر الدين مسألة اساسية في حياة الانسان كل ما في الامر اندي تعريف مختلف للدين عن تعريف السؤال واندي حلقتين عن هذا الموضوع في قناتي او اربع حقائق تقليبا فقط عن تعريف الدين فلان الدين عندما الان اعترض عليه احد فاذا اعترضنا على هذا الدين فيظهر بعد ذلك الدين اخر وهكذا لن تنتهي المسألة المسألة الثانية اللي اشرها ان لا وجود لدين يوزع الورود يقول بان وان اي دين هو او اتباع اي دين هو مسألة ثمنها باهض جدا لكن العادة عادت الناس على اللجوء للدين والتعاود عليه تجعل هذا الثمن مؤتادا ومقبولا ويعني مسألة عابرة يعني الملاحظة الثالثة اللي اقولها قبل ان اقدم اسباب التخلف اقول بان الاسلام والدين اثبت فشلهما الذريع في خدمة الانسان وهذا كلام لا اسعى فيه واعني بالاسلام يعني اسلام الشائع الاسلام الموروث الذي وصلنا والدين الموروث لا يعني الاسلام الذي في القلوب واقول ان هذا الفشل فشل الديني الكامل وفي جميع الاصعدة هو سبب الارهاب الفكري والاعلامي المنتشر حاليا رد كل من يحاول ان يقدم وجهة نظره وهذا من حق اي انسان ولا اعتقد عبر كل الشراء هناك حق ليكتم انفاس احد رابع الملاحظة الرابعة قبل ان احدد الاسباب اقول ان ليس هناك من فرق على الارض الواقع على الارض الواقع بين الدين والرجال الدين فكلهما خارجان من الجبة نفسها الكلام عن الدين ايضا الذي اقول عليه انه في القلوب عن الدين الصحيح هو مجرد خطاب اعلامي ترويجي نفسي لا علاقة لنا به لهذا الدين ليس امرا مقدسا كما يظن الكثير انه ليس اكثر من الطريقة التي يتواصل فيها الناس في زمكان ما فيما بينهم لا اكثر وهذا معناه شنو معناه انه يمكن ان يتعرض هذا الدين لمراجعة شاملة وجذرية لن تنقلب الدنيا تنقلب الدنيا ربما على من يتولى امر الدين الملاحظة السادس سأقول ان مناقشة موضوع الدين لا تتعلق بالالحاد ولا الله ولا الرسول ولا القرآن بل بالناس انفسهم اي انسان قبل اي شيء اخر مختصر ما سأقوله حتى اتحدث بسرعة حتى لا اطيل اقول رح اوجع لعدة اوار اولا اسباب التخلق ثانيا لماذا اتهم الدين اتهم الدين وليس غيره ثالثا ما هو الدين الموروث وما هي وظيفة هذا الدين المفروض ما هي وظيفة الدين بشكل عام خامسا ما هي مواقف القوى المحلية والدولية من موضوع الدين وهيمنته على الواقع وثالثا ما هو الحل واستعجل واقول ما هو الحل بشكل بسيط قبل ان اشرحه اقول ان مفتاح الحل بسيط جدا وهو يكمن في اعلاق قيمة الصدق وجعلها القيمة المقدسة الاكبر في حياتنا والمراهنة على هذا الصدق مهما كانت الخسار اي بالتوقف عن مواصلة الكذب اقول اسباب التخلف اولا كما قلت ان السؤال غلط لانه السؤال نحنوي عند مفهوم نحنوي انه يتحدث عن مجموعة من الناس هذا عندنا صيغتنا نحن ضميرنا هذا هو الذي يضمنا جميعا وهذا اللي يخلينا دائما نفكر بطريقة وكأننا نقف في مواجهة مع العالم باكمله مع كل شيء عدانا والمشكلة نحن عندما نتحدث بصيغتنا او بضميرنا نحن بطريقة ما نحاول ان نتكتل فيما بيننا وهذا يولد شقاق داخلي وتصادم داخلي لهذا السبب هذا ثقافتنا على مدة ثلاثة الاف سنة لا نجد فيها اي تصور عن الاخر لا نجد فيها اي امكانية للتفاعل معه والتعاون معه حتى وصلت لها درجة ان حتى التحية مع الاخر او مسالمته او معايدته مرفوضة ويجب ان نستشير فيها شيخ رجل الدين هذا السبب نفسه طبعا بالمناسبة وعكس ما نتوقع هو الذي جعلنا لا نكتشف انفسنا فلماذا تكتشفه وانت تعرف كل شيء كما يدعي الدين الشاءة والموروث اي حقيقة مهمة فاتت على كثيرين اعتقد واخرى الحقيقة الاخرى الاهم وبناء على هذا وهي ان افق الدين ضيق جدا بل ان هذا الدين بالغ السذاجة والمجانية فاندما نفحص هذا الدين لا نجد غايات كبيرة وعظيمة ومفتوحة للدين غايات الدين باكملة من بدايته الى نهايته هي غايات وواضحة وهي فرض الطاعة الطاعة على جميع طاعة الله ورسوله كما يقولون هل يعقل هذا؟ هذه هي قيمة الانسان في نظر الدين ان يكون كائنا مطيعا فقط تابعوا حتى لا يقال انا نتحدث تابعوا كل ما يقوله رجال الدين من اول خطبة الى اخر خطبة بجميع المواقع لن تجدون الا ما اقول وربما يتحدثون بشكل عابر لكن الموضوع الرئيسي هو هذا ليس الان من 1500 عام نفس الخطاب لا يتغير وكأن الانسان في عالم والرعاع كما بلغتهم او العامة كأنهم في عالم وهم في عالم اخر لا نجد احدا منهم دعا لتواهر ضد الفقر ضد الجهل ضد المرض ضد البطالة لا نجد احدهم يبادر ويقول هذه الجوامع الفارغة التي اربعة خمسة في كل شارع لماذا لا نحولها لمدارس لأطفال لا يجدون مكانا مدرسة جيدة يدرسون فيها بينما الجوامع مع احترام الجوامع مع احترام لاهميتها لكن نجدها في افضل صورة بينما البيوت حولها بيوت مهدمة وبائسة هذه ثقافة هي اللي خلينا ثقافة رفض الآخر تخلي رفض حتى رفض العامة رفض التابع بكل الطرق ثانيا اقول السبب الثاني ان نحن لا نفهم معنى الزمن واشارها الارسلان قبل مئة عام انه ما عندنا هذا الحس التاريخي جوهريا عندما نبحث الدين لا نجد لزمن متغير في النص الدين الزمن في داخل الدين ليس دوراني كما يقول الادونيس لا الزمن في داخل الدين هو ثابت والعالم بالنسبة للدين والعالم بالنسبة للدين يعيش او يمر في زمن وختي سينقضي وهو زمن عابر لا حاجة لتقسيمها يعني انه عندما نتحرك نتقدم نحو الماضي ويجب ان نبقى وكل ما نتقدم نحو المستقبل يجب ان نعود الى الماضي اي ان في حالة دائما الحركة الى الامام هي حركة مرفوضة ويجب ان نبقى في مكاننا ثابتين فيه وهي عندي نظرية تثبيت هاي موضوحة اخر الاسباب الشاعر واللي يجري الترويج كاذب لها لينهار كلها تتحاشى الدين وخاصة من يتعرضون على جواب التخلف او سؤال التخلف كلها تتحاشى موضوع الدين ومن حقهم يعني لان الموضوع مخيف لماذا اصبح مخيف وهذا السؤال مهم لما الذي جعل الدين الذي هو اقرب شيء للانسان والذي يجب ان يكون شيء طبيعي وسليم يعني انسان يقبل عليه بشكل طبيعي وحر ومنفتح لماذا اصبح موضوعا مرعبا ومخيفا حل هذا هو الدين يعني الجميل لماذا اصبح كل واحد يحاول ان يتكلم عن دين يعني يطأ رأسه هذا وبعد ذلك يجي واحد يترك الدين بريء ورغم انه موجود اكتر من اكسجين في حياتنا كلمة الله جل وعلا توجد بين كل اربع كلمات تخرج من شفاهنا طبعا هناك حجة كثيرة يقولك ان السبب التخلف هو تضيق الافق الفكري وغياب الحوار الفكري والمفتوح وقلة الاستثمار في التكنولوجيا هذا كلام عام بالبعض يقل لك الاستعمار تدخل الخارجي الملحدين الشبهات الملحدين هاي هي سبب المشكلة انحراف الاخلاقي حلال الاخلاقي والديني هاي كلها هي لماذا؟ لانه احنا عايشين في فضاء الدين ولو فحصنا هاي الحجة جيدا طبعا رح نلجد انها جميعا تغيرت في حياتنا كما قلت مرات عديدة الا الشيء واحد هو ما زال هو نفسه لم يتغير ابدا ولو لشعر واحد هاي كلها كما يقول من سبب الاسلام اسباب لماذا نتفادل هاي الحقيقة المكروهة؟ اي ان حقيقة ان الدين الشاء الموروط لدينا هو السبب انا نشوف ان السبب هو انه احنا لا نخاف من الله بل من رجال الدين فلا يعني لانه لا وجود لله ولا لرسوله في حياتنا الموجودين هم الناطقين باسم الله الرسول هؤلاء بكلمة واحدة منهم يعني قد يدمرون حياة اي انسان ولو بلغ ما بلغ من القوة ايضا هناك مشكلة انه السبب الاخر انه الاذمان الديني او اسمي الختان الديني او الاخصاء الديني الذي تعرضت لها النا تتعرض له شعوبنا منذ لحظة الولادة لحظة الموت حتى بعد الموت وهي تجرع عمليات الاخصاء الديني بشكل يومي وبكل الطرق وهي يعني تولد مشاكل كثيرة وطبعا يعني متجاهل مشكلة انه الدين هو السبب لا يحل المشكلة هذا يؤدي هو لا ما نعنه في الان من ارتباك وعدم استقرار مستمر ايضا هناك الجهل بالمفاهيم الاساسية من الذي جعلنا نجهل المفاهيم الاساسية لمفهوم الدولة الحديثة مفهوم المواطن مفهوم العلم الحديث حرية البحث الالمي حرية الفكر والرأي والقول والعمل حرية الثقافة والتثقف حرية الفن يعني الابتكار والفنون فهم القانون فهم حقوق الانسان الانسان يجب ان يعرف حقوقه لا احد يتحدث عنه ويطلع لك اشخاص ما اعرف شنو واحد يقول لك الحقوق ليس الانسان الحقوق لله فقط الله من اين هو الله يعني كلام كلام فقط محاولة لتغسل القول وهذا كل سبب الدين لماذا؟ لأنه لا يعرف شيء عن هذه الأمور لا يعرف شيء ما معنى الدولة لا يعرف ما معنى المواطن لا يعرف ما معنى العلم لا يعرف ما معنى الفكر والثقافة والقانون حتى عدما يأتي الذين يدعون الفكر الديني يتناول العلم يقولون لا العلم موجود في الدين يعني هو يبدأ من الدين وشيء لانه اختيار هذا الكلام والكذب والنفاق الموجود ما نحتاجه والدين نفسه ما يحتاجه وهذا الدين لا يمكن أن يكون إلى علاقة بالفكر والثقافة والقانون والحقوق لأن كلهم مفاهيم حديث العلم الحديث لا علاقة بالعلم اللدني أو الشرعي كما يقول بالتيمية هذا الدين الموجود الموروظ هذا ابن الماضي يعني مو جريمة أنه الدين هذا هو هكذا هو ابن الماضي يعني شو يسوي له قال بأن الصبغة يعني هم صبغوا وقال وصلوا على الدين وطلع ما بفايدة أيضا هناك مشكلة الثالثة السبب الرئيسي ارتزام الجميع بمبدأ عجيب غريب هو كل شيء من أجل الدين يعني على وزن كل شيء من أجل المعركة بدأ من أن يقول كل شيء من أجل إنسان من أجل كرامة هذا الإنسان طبعا هناك سبب رئيسي جدا قبل كل هذا سبب العلاقة فكري هو عدم تعريف الدين وتجاهل حقيقة أن الناس لا يعرفون ما هو الدين العظومة نسأل أي واحد منهم ما يعرف شو الدين السئلة ما هو تعريف الدين ما هو الدين لا يعرف هو لا يعرف حتى أنه مثلا حسب تعريفه وموظومة تصورات وتخيلات موروثة وهذه التخيلات فات أوانها لأن الزمن اختلف اختلاف جذري وكل هذه التفاصيل عندي في حلقات عن تعريف الدين الحقيقة الثانية الحقيقة الثانية سبب الثاني أن الدين هو الدين نفسه ورجال يشهل نفسه يعني وحتى ما أحد يأر ما هي وظيفة الدين الحقيقية عندما نسأل ما هي وظيفة الدين ما هي هذه الشؤون التي يديرها هذا الدين طبعا قد ما نسأل عن الدين يغلك هو محافظة على الجماعة ووهدة الصف والكلمة حسنا لا بأس لكن هذا هل معنى أنه يحشر نفسه في كل شيء يعني حتى في خصلة شعار تطلع من رأس محجبة وبسببها منعه والدراسة في طالبان على مدى سنوات يعني عزلوا التعليم كله من الجامعة والأدادية والمتوسطات عزلوا وماكن السائدة يرحل للمدرسة لماذا؟ لأن بعض النسوة محجبات هذا هي وظيفة الدين الجماعة كما قلت الدين نفسه ما يقرف نفسه يعني يسألوا أي رجل دين خلال ما هو الدين ولماذا الناس تتدين بدينك هذا راح يقال يجعبوكم إجابات ساذجة ومطاطة ويذكر لك آيات ويضيع عليك الموضوع وما تفتهم أي شيء يقال لك أبص العصفورة على طريقة صديقة أحمد أيضا الموضوع الثالث المهم تقديس الدين وكاهن الدين بل أنا أصل إلى درجة أنه الناس تأبد رجال الدين بالحقيقة وأيضا الدين بحكم وظيفته دائما يرفض أي محاولة التدخل في الشؤون الخاصة وخاصة المهمات اللي يدعي أنه علي أن يؤديها بل أنه يفرض على جميع خدمته حصرا والتضحية بكل شيء من أجله ولا نعرف مقابل ماذا يعني مقابل ماذا أنا أخدم هذا الدين يعني يريطيني شيء مقابلة ويقول لك لا هذا نفحة روحية يطيك أنا أضحك ما هي النفحة الروحية التجربة الروحية وهذا ضروري للروح ما هي الروح حتى دمرت الروح يعني هذه الدين الموجودة دمر أي روح دمر الجسد دمر الإنسان بأكمله أو هو الإنسان نفسه غير موجود فكيف بروحها غير مؤترف به هو مجرد عبد والعبد هذا لا يقدم شيء يعني ماذا تنتظر ليست له حقوق فكيف يلتقل له روح أيضا هناك مفهومة سميه بلطجة دينية أو تشويه فكرة الدين فالدين بدأ يعني يستثمر الروح الأدوانية البشرية داخل الإنسان ويغذيها بكل الطريق بل أنا أدعي بأن الدين هو المؤسسة التي تقوم كليا على بث العنف وزراعة العنف يعني تأسيس مفهوم العنف أو أن العنف هو أصلا مظلر الدين وهو الدين ليس أكثر من مؤسسة التي تدير مسألة العنف وتتحكم به وتقرر متى تستخدمه وأين بالضبط تعريف ماكس بيبر للدولة قريب إلى هذا الشيء أيضا اختطاف الدين الديني للسياسي الدين احتل الشارع واختطف الشارع والمواطنين والناس وهذا أمر جعل السياسي يحاول إرضاء رجل الدين عكس ما يشاع بأنه السياسيين والقادة والحكام الظلمة لا السياسيين يتوسلون رجال الدين بل أن حتى الدول الكبرى تتحاول إرضاء رجال الدين لماذا؟ لأنهم يعني يتحكمون بأرواح الملايين ومصيرهم وممكن أن يتفاوضون على بأي شكل من هذا الموضوع وهذا اللي يدي بنا إلى أنه تكون السياسة لدينا تعمل عكس السياسة وحتى يعني سياسة بمعناها الحديث ووصف هذه السياسة علم حقيقي يعني ما عاد مثل مفهوم السياسة القديمة اللي هو سياسة الخيل وهذا يجب أن نعرف هذا الموضوع أيضا الدين ماذا يفعل؟ يقلب الأولويات يعني قلب الأولويات هي مسألة أساسية بالدين يعني يقلب السبب إلى ننتجه والفاعل إلى مفؤول به ويخلطهم وفقا لرغبة الدين وعني كرمان عيون رجال الدين اللوزية مثلا يحاولون يعني مثلا مثلا عادة هم يفصون الإرهابي عن الإرهاب ويقولون لا هذا الإرهابي لا يمثل الدين مثلا لا بس وافقنا لكن هذا تحول إلى مبدأ عام وطبيعة ذهنية راسحة في اللاوعة الجمعية لشعوب المنطقة رداءة التعليم بلداننا مثلا يقولون سبب السياسيين والتربويين والفساد وسبب كل ما يجرى والملحدين والإحلال الأخلاقي والتدهو الارتقاه في سبب المثقفين لكن قدما تجي رداءة التعليم من الذي سبب رداءة التعليم أنتم الذين تمنعون التعليم الحديث الذي خرج أجيال متقدمة فنيا وعقليا وفكريا في شعوب العالم المختلفة ممنوع الحديث مثلا عن المفكرين الكبار عن الناس اللي قدموا مقترحات ومشارع عظيمة مثل محمد أركون رغم ملاحظاتنا مثل الناس الكبار مثل عدنب العراق علي الوردي كتاب طه حسين نفسه لا نجد له حضور حتى في مناهج المصرية إلا شكلية يعني وبشكل عاد يعني أشياء كثيرة جدا تجاهل أيضا المسألة الخطيرة تجاهل وتحريم شيء مفهوم الإنسان بل أن الإنسان وضع في دائرة المحرات يعني الإنسان كمفهوم لا أحد يجد بدليل لا أحد يجد نجده يناقش قضايا الإنسان وحاجاته وحقوقه واعتبارها لها الأولوية على كل شيء آخر لا يطلعون لك لا الأولوية للدين وليس للنفس وهذا مبدأ أساسي وهي عقيدة عقيدة شاملة عند الشيعة والسنة وغيرهم جميع الملاهب وإلا تابعوا يعني شوفوا جميع كتب رجال الدين شوفوا خطبهم وموعظهم كلها لا يوجد إنسان فيها بل أن حتى عندما نتأمل في تاريخنا لا نجد تاريخ حقيقي للإنسان في ثقافتنا العربية لا توجد آثار للإنسان هذا معناه إحنا شعوب بلا تاريخ بل لا وجود حتى لشيء اسمه تاريخ الإسلام كما يقول أعتقد عزيز العظم يقول ما عندنا شيء اسمه تاريخ الإسلام وهذه القضية الحل حتى أختصر الموضوع إن المشكلة أقول هي تكمن في الإيمان وليس في الإلحاد ولا في الاستعمار ولا في أي شيء أو خنف النقل المشكلة تكمن في الإيمان والإلحاد والاستعمار وكل هذه سواسية لكن يجب أن نضع الإيمان في صدارة المتهمين بهذه المشكلة التي نحن عليها وعلينا أن نتذكر أن الاستعمار الديني أخطر بكثير من الاستعمار الأجنبي أقول الملاحظة الثانية قبل أضع الحلول أقول أن ثمن تجاهل الحقيقة باهظ جدا أن يكون الإنسان متدينا هذا أمر سهل يعني هو مجرد يولد وإن شاء يلجأ هذه حقائق قديمة وموروثة وجاهزة تولد وإيش معها ويتعود عليها لكن هذا التراث القديم الموروث الذي أدان وهو خليط هو الذي يأنتج إنا داعش من يضمن لنا عدم ظهور دواعي جدد الآن علينا النفط لهذا الموضوع على كل واحد الآن أن يخاف على أولاده على أهله على أخوته على بلده على شارع على مدينته بأي لحظة ممكن يصير يظهر لك دواعي جدد يدمرون كل شيء ويجرفون كل شيء كما حصل في حياتنا يعني أنا لازم أقول بأن وإحنا أيضا الملاحظة أن ثمن الدين والتدين رغم سهولته غالي جدا بس وإحنا ما زلنا ندفع ثمنه وحتى بعضنا يدفع ثمنه يوصل إلى حد أن يموت من أجل هذا الدين فقط لكي يسدد ديون هذا الدين الكثير جدا عليه يعني تخيلوا الموضوع بينما لا يقدم له شيء بالمقابل على الإطلاق هل يوجد إنسان عاقل يفكر هل يؤقل أن الدين هذا المفهوم العظيم الأديان العظيمة التي حكمت التاريخ والتي قادت يعني قدمت الكثير للإنسان هل يؤقل أن أصبح الدين هكذا مجرد أن يطلب الطاقة مدون مقابل سؤالي أنه الحقيقة هي والواقع هما الحقيقة الواقع أنا أقول برأي أن المتغيرات سواء وضعت حلول أنا أو قدمت حلول أو لا المتغيرات ستجعل الجميع قريبا يقرون بواقع الإنسان الجديد وخاصة حين يعني يصبح ثمن تجاهل الحقيقة أكبر بكثير من ثمن التصدي لها وهذه أنا أعتبر راح تكون على رجال الدين المهيمين الآن أن ينتبهون لها الحقيقة لأن المستقبل سيحملهم وزر كل ما يحصل الآن أنا أقول أن جميع الحضارات رغم عظمتها وتاريخ العالم كلها قررت بما يجري وقالت أنه الزمن هذا لا يمكن التصدي له ومواجهة العلم والحداثة والعلوم والمناهج الحديث لا يمكن والصين نفسها هاي أمامنا التغير الجذريا مرتين خلال قرن واحد يعني من الفترة الاشتراكية لغت التاريخ الأمبراطوري وأصبحت بعد ذلك الآن هي جزء أو عتلة مجرد أصبحت مجرد مصنع رخيص للعالم الغربي اليابان كذلك أفريقيا أمريكا الجنوبية روسيا اللي كانت دول التحاد السفيتي ماليزيا وسلغافورة أيضا قررت بأن الإسلام والاتزام الديني سيؤدي بها إلى الخراب كما حصل حاليا في أفغانستان وغيرها ورئيسها مهاتير محمد نفسه سوى نظام تربوي غربي صارم وقدم الأقلية الصينية على الأغلبية المسلمة في كل الوضاعات وقال أن المسلمين كسالة وغير منظمين ولا علاجة لهم يعني هو وهو مسلم طبعا الإسلاميين لا يذكرونها يفتخرون النموذج الماليزي الحل الأكبر هو يكمل في الصدق التوقف عن مواصلة الكذب فنحن واضح نكذب في أقوالنا في أفعالنا نكذب حين نشتري نكذب حينما ندع الإيمان حينما نعبر عن مشاعرنا حتى مع أنفسنا نكذب تخيلوا والحل برأي أنه دائما نسأل أنفسنا هل إنما نقوله صحيح وصادق أم لا مثلا حتى بمثال يعني عندما نقول هل أنا مؤمن فلا يمكن أن نقول أنا مؤمن 100% لكن لدي هذا الجواب الطبيعي وهذا هذا القصي الذي أقوله حتى قبل أختم الحل هو أيضا يكمل في تشكيل قوة منافسة تكسر احتكار الكهنة المطلق في الواقع هذا الاحتكار يجب أن يوقف التحدة وهذا مفيد للكهنة ورجال الدين أيضا حتى يجددون دينهم ويقدمون دين عقلاني متناسب ومتوافق مع العصر والنصوص الدينية القديمة البلاغية ممكن تفسيرها بألف طريقة يعني معروفة هي أشياء رجراجة وممكن ترتيبها يعني أيضا الحل الخامس هو المنع التام لخص خصة الدين كيف يعني 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 يمكن فصل علاقة رجال الدين بالدين واتبار الدين شيء عام لا يجوز تخصيصها يعني بعد الآن يعني عبر التاريخ كان الدين هو مسألة خاصة بمجموعة رجال الدين وطبقة رجال الدين هذا يجب عدم خص خصة الدين وجعله أشياء عاما للحق لجميع حق متساوي بالتعامل معه وابداء رأيه في دينه ومعتقده وابداء رأيه في متقدات الآخرين كائن من يكون مهما كانت الحجز مهما كانت المقدسات مهما كانت النصوص أيضا الحل الأسلم وهذا كلام موجه للناس وليس للسياسين لأن السياسين ينظروا للناس يشوفوا للناس يقودهم رجل الدين يذهبون يتعاملون مع رجل الدين الناس هم الناس مصدر السلطة من الناس يعني الناس أن تفهم مصدر الرجل الدين ليس لديه سلطة سلطته من خلال الناس وهذا معنى أنه على الناس أن يتحدثون عن مبادئ أفكارهم وآراهم عن الحداثة وضرورة التحديث عن العلمانية عن الليبرالية عن أي شيء عن الغرب عن العلم ودعوة تفكير العلم السليم الحر الذي لا يقولك أنا أمون بنظر التطور ويجب أن تدرس نظر التطور ويقال أن هناك مجموعة ضد نظر التطور كل يدرس ويقال ولا يكتم ولا ينفرد الدين بالساحة لأنه يسئل نفسه أولا ويسئل الآخرين وفقا لكل ما سبق أنا أقول كل هاي حلول يجب أن تصدر عن الناس وكرروا هذا مهم سواء كان الناس هؤلاء مؤمنين أو غير مؤمنين عدم دعم هذا التوجه هو يعني رح يؤدي لتجاهل القوة الكبرى والقوة حتى الصغرى داخل البلد لحقوق الناس ومطالبهم يعني يعني الناس دعا ما تطالب حقها أو ما تتقف تتصدى لمن يستثمر صمتهم وخوفهم ويبتزهم روحيا ونفسيا وإنسانيا فمن يعني من يدافع عنهم لن يدافع عنهم محد يجب أن يظهروا يشكلوا كتلة تحاسب رجل الدين مثل ما تحاسب السياسي مثل ما تحاسب أي شيء أي واحد تحاسب ابنائهم أخوانهم حاسبون يعني حساب طبيعي ما بيها شيء الخاتمة أقولها أنه لا بأس أن أقول ليهم اللي يهيمن الدين يعني ما عنده مشكلة خليه يكسر مهيسة مو مشكلة لكن السؤال ما هي نتيجة هذه الهيمنة لأن هيجة هذه الهيمنة ما زلنا جماعات ولم نصل حتى مستوى مجتمعات و يعني هذا اللي أحب أقوله وممكن أستاذ أحمد بعد معاة أيوا معاك يا باشا طيب ناخد فاصل وحنرجع نقرأ الكلام بتاع الأصدقاء ونتناقش في الموضوع كما تعودنا فاصل سريع عشر سوائن والعشرين ثانية ونرجع أهلا وسهلا بك يا صديقي العزيز وطرح جميل ممكن يختلف حوالي وجهة النظر يعني في التعليقات و يعني الدين في مجتمعات كتير استطاعت أنها تطوع وتطور تطوير بحيث بتعبيري أنا يكون يعني كومباتبل موافق للبيئة والإنسان صديق للبيئة والإنسان وليس الدين الذي يشع بالكراهية والعرف يعني هل ده ممكن في الحالة الأدين يعني الأففاي أدين إبراهامية أخرى نجحت نوعا ما في عمل معادلة وسط في ناس طبعا مجتمعات تجنبت فكرة الدين تماما مجتمع الصيني المجتمع الفرنسي نوعا ما في مجتمعات عملت نعمل التوفيقية يعني زي المجتمع البريطاني اللي عشت بين ظهرانيهم سنين يعني وكثير من الإسلاميين برضو مش فاهمين يعني مساكين عملين يجيبوا القصة بتاعة الملك بيتنصف في الكنيسة مش شايفين يعني الخلفية التاريخية والله لو الخلافة العثمانية كانت أصبحت زي ملك بريطانيا والله اهلا وسهلا بيها يبقى عندنا برضو شو كده رجل يقع بحرصان ويمشي فوسط البلد ويجمسك سيف أخضر حاجة هتبقى ظريفة كفولكلور لكن يعني وأنا شايف برضو إن كل المجتمع هو اللي هيحط الإجابة يعني الإجابة ممكن أنا حط الإجابة كشخص مهتم بالفكر والثقافة والتاريخ منصور يحط إجابة كل واحد منكم يحط إجابة لكن الإجابة اللي هتنجح هي دي الإجابة بقى اللي هتبقى تتطبق في المجتمع ما احنا بنحاول دلوقتي نفكر ونفكك هذه المشاكل وبعدين يعني فيه صديقنا بيقولك بتقصد ايه بالدين يعني ما هو الدين متنوع وده يقول خليه أول سؤال ده ليك يا منصور يعني خبالك يعني أي دين ما هو فيه الإسلام فيه الشيعي فيه السني فيه فيه السوفي فيه السلفي فيه الداعش اللي انت ذكرته فيه الإخواني فيه خمسين ألف دين ده على مستوى الإسلام بس نهيك عن باقي الأديان بس باعتبار أن المنطقة اللي احنا عايشين فيها الشرخ الأوسط أغلب الأغلبيات بتاعته إسلامية سؤال كانت شيعية أو سنية فخلينا نتكلم عن الإسلام هل فيه مثلا منصور يشوفها ممكن تبقى زي ما بتعبيري أنا صديقة للبيئة أو الإنسان وما تعملش لناش مشاكل أولا أنا دائما أقول بأنه الدين هو منظومة تصورات يعني هناك جماعة بشرية هذه الجماعة البشرية تنشأ فيما بينها منظومة علاقات وتقاليد وبعد ذلك يظهر ناس من بينهم رجال دين يشرفون على مراقب يشرفون على تطبيق هذه التقاليد والعادات وبعد ذلك تنتظم وتظهر عندنا نصوص دينية والنصوص الدينية تحول إلى آلهة والإله هو بتعريفه هو الحكومة يعني هو الدولة هو السلطة السلطة الكبرى التي يرتزم بقيمها المتوارثة الجميع ما يحصل بيننا هو هذا الدين الموجود هو منظومة تصورات وقيم بين الجميع أنا لا يهمني الدين من أين نزل من أين صعد ليس هذا موضوعي الدين صناعة بشرية صناعة غير البشرية هذا موضوع أضعه جانبا أنا أتحدث عن الدين الموجود على الأرض التصورات لن تنتهي كله عاد أدى تصور عن اشتراكية عن الرئيس مالية عن العلمانية عن أي شيء أنا أتحدث عن الشيء الموجود على الأرض هذا الدين الموجود مهيمن على الواقع ووصل إلى درجة من الهيمنة بحيث مسخ الإنسان ألغى دور الإنسان في الحياة جعل الإنسان مجرد تابع يعني أصبح دين يطلب الطاعة فقط لا يقدم شيئا مقابل هذه الطاعة وهو فعلا هذا النص الديني القديم أنا لا ألوم الدين لكن الذي ألومه أنه هذا الدين ما زال يتحرك بطريقة قديمة وهي لها أسباب السبب الرئيسي أنه ما زلنا مجتمعات متخلفة نرفض الحداثة ورجال الدين انفطنوا إلى اللعبة وعرفوا أن الحداثة هي مقتلهم الأساسي كما حصل مع رجال الدين المسيحيين وتغيرت الدين المسيحية ليس حبا في التغيير لأن الدين لا يتغير الدين عندما يتغير يصبح شيئا آخر هذه مسألة يجب أن نعرفها الدين هو ابن ابن الثبات الدين يطل لك هناك شيئا آخر آلاف الأنواع من الإسلامات موجودة لا بأس لكن لماذا؟ لكن كلها يجمحها شيئا واحد هي نظرة تشرف على العالم وتتحدث عن العالم وكأن العالم شيء غير ذي قيمة ولا علاقة له بالفكرة أو النص المقدس نحن عدما أشاهد كثيرين عندي حتى بالقناة يكتب تعليقات طويلة قال الراح قال الرسول وأن هذا القيم كل كلام نص لا يستطيع أن بارادايم النص والتيكست داخل في دماغه بحيث لا يستطيع أن يرى العالم كما هو وينطلق من العالم يفهم ما يحصل لا هو يقول لك الناس بعد ذلك يقارن العالم بالنص يعني يجلب العالم ويحشره في داخل النص إن لم يتوافق يقول لا هذا يعني هذا لا ينسي يعني ما زل سريل البروغرس يعني إذا قصير يقص رجلية يعني يقتاري وإذا طويل بالعكس وإذا قصير يمط رجلية فالعالم بأكمله تخيله وصل إلى هذه الدرجة فالدين الموجود الموروث بكل الأشكال ما زال دين ثابت على طريقته القديمة وما زال هذا الدين محدود الأفق في صراحة يعني دعنا نعترف أن هذا الدين الموروث لنا حتى الإسلام الموروث بأكمله دين ضيق الأفق دين محدود جدا ومغلق لا ما في شي من الشيء العظيم الذي فيه حتى غاياته بسيطة غاياته طاعة الناس يعني ويتعامل مع الناس على أنهم كائنات تأيش داخل حضيرة الدين وهي أبارة دينية ليست من عندي حضيرة الدين هي حضيرة الحيوانات وهذه تسمية دينية الإنسان المؤمن يجب أن يلتزم بحضرة الدين والساكن الساكن في هذه الحضيرة هو أخ لأخيه المؤمن أي أنه ليس صديقة أخوه يعني متطابق معه وليس شقيقة لا هو لازم يصير مثله أي أنه ما لا المطلوب يعني هو مجرد تسمين بعد ذلك يأتي رجل الدين يحكم ويأمر ويقربن يقدم قرابين أيضا للجهاد وما ذلك يضحي بهم لكنه لا يضحي بأبنائها مثلا جميل جدا يا صديقي طيب دلوقتي فيه أسئلة تانية يعني بتقولك يعني أنت بتعمل العلمانية كأنها حل سحي وفيه ناس بتقول يا أستاذ منصور إذا كان الرسول محسن الهادي بيقولك إذا كان الرسول محمد عليه السلام وصانع على العلم ولو كان بالصين الحديث الرعيف يا عم محسن حديث ضعيف والله مجرد يعني عبد المعظم الشيوخ يقولك حديث ضعيف والعلم برضو المقصود بيه في الأحاديث بي نقطة كويسة يا محسن هل العلم الديني ولا العلم الطبيعي يعني العلم دايما بينصرف إلى يقولك العلماء يعني هم رجال الدين التاليين دولا كأنهم أخذوا العلم انتحالا بينما الأصل أن العلماء هم علماء الطبيعة وعلماء الاجتماع والإنسانيات وعلماء الدين هم العلماء اللي بدرسوا الظاهرة الدينية مش الفقهاء اللي هم الفقهاء دولا واحد يعني وده برضو التباس المصطلح يا منصور دين هو العالم وانا عالم دين فمعناها مش معناها ان انا بسمع وبحفظ وبقولك حدثنا فلان وقال لنا فلان وكده ان انا بدرس الظاهرة الدينية من منظور علوم الاجتماع والإنسان فده علم الدين الاجتماعي يعني وعلم الدين النفسي كل هذه الأشياء أما العالم الدين يعني لا أحبش هذه التسمية يعني بقول فقه محدس مفسر وهكذا أنا عايزك أنت بنترد على محسن يعني شكله بلدياتك بالعلم هو العلم بشكل هو يحض على العلم يا عم وأنت سايبين العلم عشان مش متدينين هو ضمن المنهج الدفاعي الديني دائما هو يستثمر أي موضوع لأنه منطلق دائما الدفاع عن الدين هو كل إنسان يتربى منذ طفول تعالى أن يتحول إلى حارس للدين وهذه المسألة علاقة بالتاريخ يعني الإنسان عبر آلاف السنين الدين هو جماعة يعني أنا عندي تعريف للدين أقول الدين هو القطيع البشري أو الجماعة بالتعبير الديني أو الكنيس بالتعبير المسيحي أو الدرما كلها هي مفهوم الجماعة أو التي يكون الدين هو الفضاء الذي تعيش فيه هذه جماعة ويكون الرمز مالته هو إله هذه الجماعة فعندما يتحدث عن الألم فهو الألم ليس بصالح الدين يعني يجب أن يكون واقعيين العلم المقصود بالدين والألم بالإلهيات الألم الشرعي يعني معروفة حتى ابن تيمية وهو من هو يقول نحن مثلا عندما نتحدث عن خوارزمي قال أنه أنه لديه علوم بالرياضيات وهذا يعني لا بأس بها لكن لكنه لا تعني شيء بالنسبة لنا نحن تكفينا العلوم الشرعية وهذا العلوم الطبيعية لا علاقات لنا بها وفعلا يعني أنا وأيده من تيمية لأنه الدين هو فعلا ما يحتاج علم شي سوى بالألم الفيزي والكيمي ما ذا يفعل بها يعني هو يريد يسيطر على الجماعة يريد يتحكم بأمرهم وفعلا حيالي أنت خمسين سنة وبعد كده هتخش حياة أبدية فأنت رضي وقت فيها أصلا يعني ما يحتاج هو الدين يعني يقول لك بالأكس يعني أنت مثلا إيه أنا أنت حياتك ما شاء الله بس أقول مئة سنة هقول لك يا عم المنصور أنا هسكنك في أصر بس خمسة أيام ولا يوم واحد هقعدك وطبعا أقل من يوم بالنسبة للحياة الأبدية هقعدك في يعني معزرة فوقتي المعفن تنام ليه بس دي فوقتي المعفن لكن بعد كده شايف الأصر بتاع ملكة ملكة هولندا ده حدهولك مفاتيح بس أصبر اليوم بات في المكان السيء هتقول لي والله ما فيش مشكلة عقد عقد بأن الله اشتراع من المؤمنين فوقتي هتقول لي ما فيش مشكلة يعني أنا استحمل يوم ببهدل وبعد كده أبد الأبدين بقى مش مثلا حتى مئة سنة ده ما لنهاية عايش وقص حتى ده رجعنا النظريات التطور أو المفهوم النظريات التطور بقى تقبل غلط طبعا راح يحتجون كثيرين أوك لا بس خليه يحتج يعني هو لأنه هو دفاعي هو متعود على أن يكون إنسان دفاعي ويدافع عن الدين لأنه يعتبر نفسه حارس فهو قدما يتحدث بهذه اللغة هو بدون شعور أو باللا شعور يتحدث بهذه الطريقة الدفاعية ويستثمر أي شيء يقول العلم هو يقرف جيدا أنه المقصود بالعلم غير العلم الذي يقوم على فرضيات ألمية ويقوم على التجربة وبعد ذلك قاعدة تكبيت والتكذيب حسب بوبر وغيره لكن وأن الدين عند الله على الإسلام هاي ثلاثة لما نعرف معناها يعني عندما ناقش بعد سنة ناو بعدين الآية جميلة جدا وكل شيء بس أي إسلام يعني الدين عند الله الإسلام أنا أفهمها إزاي كواجه يعني بحاولة شغل مخر الإسلام الواحد يستسلم للإله لو افترضت وجود كائن خلق المجاجات فلا مستسلم له حتى الملحدين يعني هو حتى أنا هو يعني أصلي لو أنت بتنكر وجود مش مدير الشركة فهذا لن يدوج مدير الشركة في شيء هو قاعد وبيتحكم في الشركة أنت تنص فيك يعني في الآخر فأنت ولي شيء فالدين عند الله الإسلام بمعنى الاستسلام للذات الإلهية أما الإسلام المذهب خمسين ألف مذهب مش أوكي ما يخارب لا يقول إسلام واحد لا أنا مواحد مواحد الدين عند الله الإسلام أنا شو أتخلى بالموضوع أنا كإنسان ماذا أتخلى بالموضوع نحن في الواقع هنا ما هو الدين الذي يعمل معنا صحيح أوكي يعني على عين ورأسي الدين عند الله الإسلام أنا ما لدي علاقة بالموضوع أنا عندي أولاد عندي عائلة عندي أدور عمل أدور بيت سكن جميل كل يؤدي الدين عند الله الإسلام مش مشكلة وثم بعد ذلك عرف لي ما هو الدين عرف لي ما هو الله من الذي تقصد بالله الله الشيء يختلف عن الله السني عن السلفي عن الشافعية عن مئة ألف شكل ما ترمي أنا شافع منصور عايسو يبسوا مع رأيك رام زاهر بيقول المناهج الدراسية وأنا عملت كذا حلقة قبل كده عن المناهج التعليم ولابد بالذات في مصر عندنا مشكلة فيه تعليم ديني وتعليم عام فإحنا عايزين مفوضي للتعليم واحد قلت لهم الله لو عايزيت يخلوه كلها ديني خلوه كلها ديني أنا ما عديش مشكلة نظام التعليم للناس في البلد واحدة موحد على أقل التعليم العام الحكومي ما علينا فإلي أنا عايز أقوله أنا شايف إن سهب رئيسي من أسباب تخلفنا نظام التعليم اللي بيخرج الناس اللي بتحفظ مش الناس اللي بتبدع والناس اللي بتنتقد يعني أنا دلوقتي والله بشعب الحسد من المملكة العربية السعودية بعد ما كانت مصر أول دولة دخلت في مناهج الدراسية لأولاد في السنوي الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع السعودية الآن فيه ثورة جيدة أرجو إنها تدوم وتكون حقيقية وعميقة في السنوي بدرسه التفكير الناقض وأحد أصدقائنا يعني كان ضيف هنا قبلك في الصالون الدكتور محمد السيد أستاذ فلسفة العلوم والمنطق هو من ضمن المشرفين على هذا المشروع إنه ينمي العقل النقدي عند الناس يعني هل 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 النظم التعليمية العادية مش بقول لك داعش والإخوان وكده نظم التعليم اللي بندرسها في المدارس اللي بتقول لك مثلا الفاتحين فلان وفلان وسيف الله المسلول ومش عارف إيه هل المناهج التعليمية دي بتؤدي لتخرج إرهابيين أحيانا وناس تعتنق الإسلام السياسي يعني برغم إن الحكومات مش عايزة إسلام سياسي عايزة إسلام مثلا تقليدي فهل المناهج من حيث لا يشعرون فيها سم يؤدي إلى وجود مختلفين فضل السم ضروري لوجود الدين يعني هو الدين قاعدة الدين بأكمله هو مأسسة للعنف محاولة لعادة استثمار العنف الموجود داخل نفس البشرية نبق الإنسان بطبيعته إنسان هو ينتمي إلى بأتباره حيوان ناطق كما يقول أنستو هذا الحيوان ناطق موجود غرائزة موجودة داخلها والدين هو إفراز من إفرازات هذا الحيوان الناطق وبحاجة للعنف والدين أتى الدين لكي يوحد الجماعة يجمع شملهم وتكون هناك أولوية للدين وللجماعة على الأفراد يجب الأفراد أن يسحقوا ذاتهم جيداً لكي يطيعوا وينصاعوا أو يذعنوا أو يمتثلوا هاي كلها تعريفات للدين كلمة الدين عندما نروح لللسان العرب بالمنظور تلقاها موجودة الامتثار والطاعة والإذعان ويعني كل هاي الأشياء عندما يجي يقول طبعاً المناهج دراسي يقول تجهيلية وليس تعليمية هذا هو هذا الصحيح هذا الدين الصحيح الدين الصحيح يقول لك أنا ما أتعلمك أنا أريد ألقنك أريد أحولك إلى جندي في القطير في الجماعة الدينية أنا لا أحتاج منك أن تفكر كما يقول واحد من الدعاة الصغار بالمصر يقول العقل أخذ حمار بتوصل للباب وتركب الباب يعني أربطه وخلاص وفعلاً هذا هو مواصفات الدين الدين وجد لهذا السبب الدين وجد لكي يوحد الجماعة وبالتالي ما يحتاج إلى عقل العقل بمعنى النقدي ولا يحتاج العلم العلم الحديث ولا يحتاج أي شيء يحتاج فقط وحدة الكلمة والصف وهي غايات الدين بسيطة جداً بالمناسبة يعني أنا حتى لا ندوخ هو هذا الدين هذا حدودة يعني هو حدودة صغيرة صغيرة فبالتالي هو مقزم الناس جميعاً ويختل طاقات الإنسان كل طاقات الإنسان ويحشرها في قالب الطاعة وقالب محدود يعني إلى علاقة بالمجتمعات البدائية والآن يريدون الفرض عليهم وهم الآن لماذا يرفضون العلم لأنه يعرفون أنه فيه مقتلهم لأنه الدين لا يعني أنت مثل الواحد يعني تجيب بسرعة ناقة بسرعة طيارة مثلاً أو بسرعة سيارة فكيف تقارن هذه بتلك فماذا يفعلون يرفضون العلم يرفضون الحجاثة يحولون المجتمع على مجتمع استهلاكي فقط أي محاولة لتطوير مجتمعاتنا صناعياً وعلمياً وتكنولوجياً واللي حق بركب العالم هذا معناته قتل لا مناص يعني لأنهم عايشين على الطريقة رأية والسؤال الكبير لماذا لا تجدد جميع مجتمعاتنا صناعة متطورة لماذا هل يعقل لماذا يعني لا تجدد صناعة لا يجدد اقتصاد حقيقي تخيل مجتمعات 400 مليون نسمة لا يوجد فيها اقتصاد حقيقي لا يوجد فيها قاعدة صناعية متماسكة أو بنية تحتية صناعية علاقة البسيطة حتى لبداياتها بفترة قومية الضباط الأحرار ومشاكلهم وحروبهم الفاشلة وهزاءهم من كثيرة هم حاولوا يأسسون هذا الشيء لكن بعد ذلك أتى الآن الأمل بالسعودية وأنا أعتقد خايف عليه أقول ما راح يستمر لأنه ليس لا يصب في مصالح الدول الكبرى وأعتقد على مضض قابل الدول الكبرى بالمتغيرات السعودية وأتمنى لأنه لا حاجة لهم ما يحتاجون هذا الشيء يساون بي يعني غلقاني أنا احتاج شعوب مطيعة لحكامها مطيعة لرجال دينها أقدر بعد ذلك أجتمع معهم وتفاوض معهم وحل أي مشكلة وهذا اللي أمل أوباما عندما ساند الأخوان في مصر وقدما أجابوش لأراق جاب البلد وقدم هدية لرجال الدين شو معناته هاي شو معناها وقرن العشرين بأكمله كان يدعم السلفية وقبل الاحتلال الإنجليزي الاستأمار الإنجليزي دعم الوهابية أيضا ودعم القاديانية وخلق قاديان ودعم بن باديس يسمى هذا الرئيس الوزراء التركي كان أيضا الإسلامي هو السابق على أردوغان وأربكان بالخمسينات حتى محمد حسنين هيكل بالخمسينات يقول قابلة رئيس وزراء الوزر خارجي الأمريكي قال لنا نريد المجتمعات العربية تحول إلى مجتمعات دينية لأن هذا هو هذا الثوب الذي يليق بهم فهذا جواب على النتيجة النهاية يوصلها أن الدين لا يحتاج العلم الحديث لا يحتاج يعني مثلا أنا سيقول أنا لا يحتاج يعني أريد أبن بيت مثلا فعني البيت هذا لا يحتاج أشياء أضافية يحتاج فقط كم عامل يبني البيت وخلص يعني مو مثال غير جيد لكن الدين قال لك أنا أجد 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 فالعلم يضرني أنه كل واحد يأخذ عقل وقد تجربة يقول لا هذا الطريقة غلط وقد يقول طريقة صح وهذا يبقى على النظرية وهذا يقول أنه هذا المكان أنا أنج الصورة لازم تشتت الجماعة أو تدمر فبالتالي لن يعود هنا لك الدين وهذا يجب أن نفهم العلم ضد الدين أو الدين ضد العلم وكلهما يعني كلاهما لا ينسى جمال هذا الحقيقة يجب أن نعرفها ما احترامنا للدين ما احترامنا للعلم كل واحد إلى ثوال بيانا طيب فيه سؤال ممكن أن يقول الأخير ونعمل تعليق ختام بعضه وهو لماذا المسلمون متأثرون بالدين إلى هدية الضاجة يعني أحيانا الشخص بيفخر بشيء لأنه الشيء الوحيد اللي عنده وأخ تاني بيسأل يعني مثلا هنا آية بتقول يعني فيه شيخ مصطفى راشد بيقول يعني التلفزيور المصري دايما يجيب الجدي مش يجيب مثلا حلقات متصلة مع فارك فودة أو مع نسك حمد أبوزيد أو مع أي حد حتى اللي بيتكلم أو أركون يعني مش هقول لك جيب مثلا صدق جلال العظم أو حسين مغوة أو مثلا إسماعيل أدهم أو سيد الإمني لا يجيب الوجوه حتى اللي بتتكلم في شكل من أشكال أنسانة التدين للأسف مش موجود فالسؤال يعني من ماركو كمان بيقولك هل ممكن يعني الدين يتحول عندنا زي الدين في هولندا وإنجلترا وكده يعني يبقى طقس وشكل معين المسيحية في وقت كانت متغلغلة وكان رجال الدين أكثر تحكما من الإسلام يعني في الإسلام دايما كان الكلمة العليا للخليفة ورجال السياسة في المسيحية في وقت طبعا كانت اللعبة لعبة القط والفار طم وجيري ساعات رجال السياسة هم المهيمنين وساعات رجال الكنيسة هم البابا تحديدا يعني هو المهيمن وكانت الأيام ودول بينهما في صراع إحنا لأ كان دايما الحاكم وبيققق رجال الدين اللي يمشه لأموره ورجال الدين التاريين اللعن أبوه ما أحيانا يقتله سؤال الأوروبي أو السؤال بعد ذلك ثاني نسيت المهم على لماذا نقارن نفسنا بأوروبا أوروبا يعني آية مثلا بتقول لك لو جبنا ناس مفكرين زي كده ممكن يحسن تغير في الوعي الجمعي نجيب يعني ما في مشكلة بس من يسمح لك هو هذا الفقرة اللي قلت لك الدين احتكاري لا يقبل يعني ما يحب الشريك ما يحب الفريك شو أكومة المصر زي الفريك ما يحب الشريك ما يحب الشريك فأت هو دائما لماذا كل شارع بأربع مساجد ماذا تفعل هذا المساجد يعني نقاط مراقبة لأي نأمة أي محركة أي شخص يجي يقول لك أنا عندي علمانية وأنا أدعو للحرية وأنه عندي فكرة ولله فتت أمر الجماعة ويقلل من شأن كلمة الله وكلمة الله هي العليا ويدوخك بهاي الآيات يعني يقدم لك الدفعة أو شحنة قوية من الآيات وكذا فعشر دقائق يدوخك وبعد ذلك يتركك فأنت ما تقارن نفسك بأوروبا أوروبا كان الأزمة المشكلة الأوروبية أنما اكتشف العالم الجديد الأوروبا عندما اكتشفوا بالقرن الخامس عشر عدي حلقة اسمها أن الخمسة أسباب غيرت العالم ما أعتقد يعني واهدمتهم اكتشاف المطبعة وأيضا واهدمتهم يعني السقوط القسطنطينية وسقوط غرناطا وأيضا اكتشاف العالم الجديد لماذا لأنه عندما اكتشفوا العالم الجديد الأوروبي الغرب وكانوا مضطرين لأنه كان طريق مزدود إلى الهند عن طريق إيطاليا والكاثوليكيين فعندما اكتشفوا العالم الجديد اكتشفوا أنه رأوا العالم أنه الدين ليس هو يعني اكتشفوا الحقيقة أنه هناك حقائق غير حقائق الدين حتى الإسبان عندما كانوا يقتلون ويذبحون الهنود الحمر قد بحوا بهم بالملايين باسم تحت اسم أنهم ليسوا ببشر لأنه يراهق لك هذا يعني شكل لا يشبه البشر وبتوقيع من الرهضان ورجال الدين مسيحيين وهم محققين في هذا لأنه لا يستعبون وجود أناس آخرين هذا أدى إلى ماذا رجعوا إلى أوروبا وعاشوا في أوروبا وكتشفوا بأنه الدين مسألة ممكن مناقشتها ليست الحقيقة الكلية التي قدم للناس فبجتمعاتنا وهذا بدأ يشكل بعد ذلك بدأ ظهرت برجوازية المستقلة وميزة أوروبا تفترق عن مجتمعاتنا وأنا سميها حوض دجلة والفرات والنيل أن الأوروبيين يستطيعون يعني أي واحد قد أخطائية يقدر يعيش بمفردة مطر موجود ويأكل ويشرب وخلاص ما يحتاج السلطة مركزية فالمطر هو اللي يأنقذ أوروبا المطر هو اللي يأنقذ أوروبا من أن يكون يتحول لدول ريعية سلطانية عثموهنية على إسلام وإسلامتشية وهذا أدى بعد ذلك ظهور الصناعة وحاجة الغربيين أو خاصة الإنجليز والهولندين والإسبان حاجتهم لابناء سفن بدأ الإنجليز بدأ كل مصنع تلقى قسم خاص للتطوير لماذا تأدى للتطوير لأنه حتى ينافس المعامل الأخرى فالشي يأخذ يأخذ سفن تروح للأفريقية يشتري الزنوج من العرب تجار العرب ويحولهم إلى كندا من كندا يأخذ القصب معرف السكر ويروح الملابس ووديه النسيج في إنجلترا هذه حركة الاقتصاد الناس بدأت مورد مالي خاص بهم موازية لقوة الكنيسة فبع الوقت شعره الكنيسة أصبحت ضعيفة وظهرت تطورت أوروبا لهذا السبب نحن لم نقل هذا ما دفع الرجال الدين لدينا وبالتعاون مع الحكام لأن الحكام غصبا عليهم متحاملون مع الرجال الدين لم يأتوا حال آخر لأنهم همينين على الشارع أنا أغامر أخرب على نفسي أنا السياسي أريد أحكم البلد أريد أن يفذ مشاريعي ما أروح أدخل في معركة مع واحد بإشارة من إصبع يطلق لمليون واحد فبالتالي هؤلاء ماذا فعلوا منعوا أي فرصة لتطوير المجتمع منعوا أي فرصة لوجود شيء اسم حداثة قالوا العلمانية كفور قالوا الحداثة كفور قالوا الحلال أخلاقي شوشوا على الناس كل شيء ومنعوهم من أي شيء منعوا الألم الحديث هذه أربعين ثلاثين سنة كما قلوا التجهيل مستمر التجهيل هو شعارنا والشعار هذا غصبا على السياسين ينفذوه يعني أنا لا أقول أن السياسي الآن ضعيف لا السياسي الآن هو مظلوم أكثر واحد مظلوم في مجتمعاتنا السياسي حتى القائد لأنه في حيصة بيس لا يتعرف ما يفعله لأنه هؤلاء ستنع الشارع لا تفعل والشارع مؤظمة ناس بسطاء ماذا تفعل لهم ما عندك حال غير أن تدخل تفاوض وعلى رجال الدين حتى يقولهم يا با شوية بالراحة عدا سعيد ما أدوح الآخر بس الصناعة ممنوع حداثة ممنوع وهذا الحال رح يستمر إلى أن تصير ثورة كبيرة أعتقد على رجال الدين والناس بدأت تفهم الآن الناس بدأت تفهم اللعبة يعني فقصوا بالفولة كما يقال لكن الآن الكل يشعر بأن المسألة لم تعد قابلة لأن التكتم عليها وتم الرجال الدين ماذا فعلوا بالمقابل يعني كان الإرهاب الديني العسكري الموجود كان هو الحل والآن صار الإرهاب الإعلامي والإرهاب النسيت راح نبالي عندي إرهاب إرهاب إعلامي وإرهاب تعليمي تعليم وإرهاب مؤسساتي فتغلغ لو فيه كل مكان سيطر ويكتب أي كلمة بالبحث بالجوجل أي كلمة سيطلع لك طريق الحق طريق الإسلام إسلام سؤال وجواب ما تلقي ما تلقي أي مكان ما تلقي أي موقع لعلاقة بالفكر الحديث العلاقة بالرؤية الحديثة بالفهم الحديث للعالم والأشياء والإنسان ما تلقي لين تجد هذا الشيء عندما تذهب على المواقع المواقع التلفزيونات لا أحد يتحدث عن القضايا الأساسية في الحياة لا أحد يناقش مشاكل الناس يتحدثون إما مواضيع فرفشة وتقضية وقت أو مواضيع كيف تتحجبين سيدتي حبيبتي ما عرف إيش كيف تلبسين كيف تخرجين كيف لابد الحجاب الغلط قضايا ما لها علاقة بحاجات الناس الناس يتهم مليون مشكلة ويتحدث عن إرضاء الكبير وما إرضاء الأهالي بطلوا من في كل فترة عددهم شيء يخرج يعني ويأتي بعد ذلك يأتي شخص يتحدث لك لا هذا الحديث ليس صحيح وأنه صحيح البخاري مثلا فيه مشاكل كثيرة وأنه أخي هو الدين يأكمل بحاجة إلى أن نجيبه من دخل المختبر نفحصه كما هو كما يفحص الجراح ويشرح الدين ويقول هذا الدين معلدكم هاي الفكرة معك جميل جدا وسؤال من مهر حميد وده هو الأخير وفيه دراء كتب بيقول سؤال ونشكر يعني لمساهمته في القناة بخمسة دولار حبيبي عندما أدو فمش عارف ما كتب بيقول فيه سؤال بس مش كاتب السؤال مش عارف هشك شفت طلع عنه واختفى طلع شوية واختفى معرف موجود موجود فيه سؤال مهر حميد بيقول لك الصديق العزيز مهر حميد له التحية ولبراء ولنبيل وكل الأصدقاء يعني بيقول الدين إفراز بيتنا الشرقية وترقمها التقافي لذلك صعب بينما المسيحية كانت دخيل على أوروبا الكلام ده برضو دي بيتابول يعني أنا ما قداش أسلم لك يا صديقي العزيز مهر مية في المية لأن الدين لما بيدخل الدين لما دخل عند الأمازيخ أو عندنا إحنا في مصر أو عندكم في سوريا أو في العراق إحنا أصلا ملناش دعوة بالبنية دهية يعتبر الدين وافد ثقافي لما يكون واحد بيكلمني بيقول لي العلمانية والأفكار دي غزو غربي ثقافي الأفكار الدينية غزو شرقي يعني 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 أصلي المجتمعات بتاعتنا مش هال لولدة المسيحية والإسلام يعني المسيح ما كانش عراقي ولا النبي محمد ولا كان مصري يعني كان سعودي أو كان أو فلسطيني أو كذا والحكاية الدين لما بيخش في مكان بينغي الهويات السابقة فدي مشكلة فيا ريت انت تقول لي وجهة نظرك ويبقى السؤال الختامية يعني بعد ما اتعلق هذه الحاجة الختامية انت شايف المستقبل ازاي كمنصور هل عندك أمل ان احنا نبقى وادم ولا يعني ويبقى الدين يعني الدين الجميل اللي هو دين مثلا يعني بعض الدين الصوفية بعض الدين هو علاقة بين الانسان وربه ودين المعاملة وتحسين الاخلاق بدون ما يضع انفه في حياة الاخرين او يفقد نفسه في المجتمع هل دا ممكن ولا مش ممكن والمقارنة بين الغرب والشرق في مثال دار بماهر اتفضل اي هو اولا السؤال الاخ ماهر وعند مشروع انا معاه كمان او تعليق او تعليق اي هو تعليق قال انه الدين فعلا هو الدين لا الدين بمعنى التوحيدي حتى نكون دقيقين الدين بمعنى البوذي الهندوسي مختلف تماما بل انه ليس بدين وحتى الدين لدينا الآن وفقا لمفهوم البهت لا ارى الدين الذي لدينا هو دين بمعنى الاصطلاحي الدقيق الدين ليس لدينا دين بمعنى الاصطلاحي هذا الموجود ليس دين الموجود لدينا عبر التاريخ ليس دين وحتى المقدس ليس بمقدس لدينا قدما ندقيق بالمصطلحات سنجد انه ليس لدينا دين وليس لدينا مقدس ولا مقدسات انما لدينا شيء اسم قدوس وهذا مختلف في راد البحث طويل الساخر منطقة انا سميها احواض التي تعيش الناس اللي يعيشون في احواض دجلة والفرات بين احواض دجلة والفرات والنيل ومن جنوب الربع الخالي واليمن هذه المنطقة هي طريقتهم يحاولوا يتواحدون والدين الاسلامي والمسيحي هو محاول لتوحيد ابناء المنطقة تحت راية اله واحد هذا الاله يعني فكرة توحيدية بالضبط ايام الوطن العربي والامة العربية والقومية العربية هذه نفس الفكرة فاستثمروا فكرة العربية قالوا ايضا حتى نتواحد وكل هذه المشاريع فشلت فبالتالي فكرة الاسلامية فكرة فاشلة ما احترامنا لكن فشلت ما نشحت يعني ما سيقوم يعني لم تتواحد شعوبنا وفشلت في التواحد على مدى 1500 عام ما احترامنا دين عظيم نجح في الهيمنة والسيطرة والانتشار بين جميع الجماعات لكنه يحمل معه عوامل تفككه وما زالت عوامل تفككه تنتفجر في وجوهنا وتدمر كل شيء نبنيه بعد نبني 20 سنة نبني دولة جديدة وبعد ذلك تخرب وتسقط هذا الدين الذي ورطناه هو دين كان مشروع توحيدي دعوة الرسول هي دعوة توحيدية بالأصل مو معنى توحيد الالهي دعوني من هذه الكلمة أنا بالنسبة لي أفكر فيما حصل كما حصل بغض النظر عن الأمان والتمنيات والطوباويات والمتافيزيقية لا ما لألاقى بها الدين الذي أتابه الرسول وهذا مشروع جميل أن هناك فرص وهناك قوة مهيمن أمبراطورية الروم هذول يجب أن نحن مجموعة من العرب الذين نعيش خارج هذه الأمبراطوريات وتحتلنا وتهيمن علينا وفكر بفكرة الدين الإسلامي وقال إسلام هو كلمة الله أكبر من هؤلاء جميعا صارت هذه المشروع المسيحية عندما راحت إلى أوروبا هي النوع من كما قال الصديق ماهر هي فاطيمة بتعترض على ماهر بتقول ليس صحيحا وفاطيمة صديقة عزيزة يعني مع أنها متخدر غياب كان مرة بس مش مشكلة هننجحها في عمل السعر تقول ليس صحيحا الأستاذ مهر الدين ظاهرة بشرية في كل الأرض يعني مش مسألة الشرق والغرب هي الظاهرة موجودة في كل الغرب والأديان التعددية مهدت للديمقراطية والمسيحية عاشت في شرقان ثم بدأت بالانقراط لأنها ضد التعدد والاختلاف تصل بالأديان التعددية لأديان متعددة الاليها يعني لأديان متعددة الاليها كانت أفضل يعني أنا هقول السؤالين دول لو يبقى آخر الكلام بقى منك يعني يعلق ومعين هو بيطلب رأي برضو براء رأينا أنا وأنت في مسألة العوام والناس المسطاء اللي هو أهلينها يعني اللي بيتجرم الدين بالمعنى الجاي أيش كل ما هو جميل وكل ما هو حسن عنده هو الدين وإذا واجب مثلا بعض النصوص العنيفة الدينية يحاول أن يؤولها تأويلات يقولك الشيخ مش فاهم أو الحديث ده مجذوب أو القاية دي تفسيرها غلط والتفسير وإنما مش نفسي لغاية دلوقتي بقى لي مثلا أنا هو عشت في الأرض سنين العاددة ما لقيتش لسه إيه هو صحيح الدين ده مش عارفه اللي نقبله فين اللي هو من يمثل يعني المسيحية أو من يمثل الإسلام أو من يمثل أي حاجة هي جزء جزء من الخلطة بيطة بس أنا يعني أنا حقوله وقت ممكن التعلم يعني أنا حقوله بقى أنا شايف دي حاجة كويس بس بشرط أننا نستطيع نبني عليها ونستثمر أن نخلي الناس نفهم أن الجميل هو الدين الحق وأن الإنسان والمحبة هي الدين الحق ودي عايزة مجهود دبار وليس مجرد يعني شخص المثقف المفكر يكون منهى الدولة ومنهى السياسة أن احنا نعمل أبديت أبديت للتفكير الديني حتى يكون زي ما بقول دايما أنا صديق للبيئة والإنسان ودي عملية مش سهلة يعني المشاريع كلها وفي ناس يقولوا دي مشاريع أي كلام بتاعة مثلا جمال البنة أو شحرور أو أركون أو النصر أبوزيد أو كده الأديال لا تفرض على الجماهير إلا بميكانيزمات معينة يعني في التاريخ دا اللي حصل يعني الرسول قعد ينصح بالقرآن عشرين سنة ما أسلمش ما أسلموش أهل مكة لما فتح حالهم مكسر لهم الأسلام يعني أنا حسيني أنا أتعلق التعليق الختامي على كل أزل الهيصة خليه هذا التعليق الأخير دا أخذ من عندك شيء المهم هو يقول أنه هذا التأويل للنصوص الدينية وكان كلامك أنا فكرة الدين هي أصلا الدين هو علينا أن نفهم هو مشروع منظومة منظومة تصورات تحاول أن تجمع أمر الناس تحت فضاء ديني واحد وموحد هذا الفضاء يجب أن يكون مغلق يجب أن يقف على أبوابه حراس يمنعون دخول الغرباء كل شيء آخر هو مرفوض هذا هو الدين لا نحاول أن نجمل بالدين الدين ليس مكاء ليس منظومة منظومة لطيفة وخفيفة وضريفة ومحببة لا الدين سلطة 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 غاشمة وغشوم ولا تتفاهم ولا هي بالضبط مواصفات الإله نفس التي يرسمها الدين التوحيدي الدين هذا الذي يطلب ويعاد الآخرين وقاتلوهم يد الله فوق أيديكم وما لا ذلك هذا الدين أي محاولة لتحويل إلى تصوف هذه محاولات الإنسان للخروج يعني الخروج من هذا الضغط الكثيف من الدين ما تسيبه يخرج يا عم منصورة زعلان ليه ما تسيبه يخرج ما تسيبه قلل روح أحكي معاهم معا شو داخل ممنوع بس تتحطر لك هشو أنت أنت تحارب الدين رأسا يعني لا لا والأصوليين شايفين مثلا يعني شفت بعض الأصوليين عاملين فيديوهات أن الناس اللي هي بتعمل تصوير إنساني للدين زي شحرور أو نسك أبوزيل أو أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى مع دور كده أنا أعيدهم لأنه هو هذا الدين هذا الدين يجب أن نفهم الدين أنا أقول لأن الناس ما تقعروا شنو الدين ولا بناسب حتى الدين ما يقعروا في نفسك ولا تكون ملحد أحصل لك لا هو المشكلة الملحد بالأكد جايفية الدين الملحد جدا مفيد للدين لأنه يخلق لعداء هو كيف يعيش الدين لا يعيش بدون عداء هي مشكلة الدين المعاصر الآن ما هي إنه الآن العالم اختلف أصبحت الحدود الرفعة بين الناس الدين يخلق الحدود يعني يصنع حدود بينه وبين كل شيء آخر هو تعريفة هكذا يعني لا يمكن أن نقول الدين يصبح في الشيء مفتوح لا هو الدين يخلق حدود بينما المصيبة العالم انقلب يعني أصبحت أصبع رفع الحدود التواصل بين الناس هو الرئيس مال الحياة رئيس مال الإنسان ورئيس مال المستقبل يعني العلم أصبح هو رئيس مال الإنسان أصبحت التواصل مع الناس التواصل بين اللغات بين الأفكار التلاقح والتفاعل بينها هذه جميعا هذه كلها ضد الدين الدين عكسها تماما لماذا؟ لأنه ابن الماضي علينا أن نفهم هذه القضية يعني لا تحدث ضد الدين لكن علينا أن نفهم ما هو الدين هذه دعوتي فقط يعني خلينا نفهم وبدل من أن نفرز ونقول ها والله الملحدين يصفق لك رجل الدين أخير شوف شبهة الإلحاد يبثون الشبهات الشبهات عن الدين الحق ويقرأ لك خطبة عصماء يدوخك بها يعني يستقطب العامة في الشارع وبإشارة من صبع يروح واحد يطعن فرج فودة واحد ناهض حتر ما اسمه الأردني؟ ناهض حتر حتر أيضا ويفعلون فالواحد يطفر على سلمان رجدي الوحيد اليتيم اللي أخد نوبل ضربوه بسكينة اللي هو محفوظ الوحيد العرب اللي أخد نوبل في الأدب الوحيد وشوك اللي النوبل يكافر هذا ومعلي هم 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 هذا مواصفات الدين لأنه يريد جماعة لا يريد أفراد عقل وقراء لا يحتاج هم لذلك لذلك سبب الدين شعبوي الدين دائما وشوف السلعة مثلا شخص عد راشد ماذا هذا عد راشد يعني ماذا العلم الذي يقدم للناس لماذا هو موجود ويستمع له الناس لأنهم مجبورين عليهم لا يرون أحد غيره ما هو ما العلم الذي يقدمون لهم هو الدين كده هو الدين كده يعني احسن من ربنا لا يا خيار طيب يا صديقي يعني الحديث طبعا موضوع ضخم جدا ولا يمل وأصلا زي ما بقول دايما في الحاجات المتبطة بالمستقبل للشعوب الإجابة هتكون اللي هتحصل في الواقع احنا كلنا بنقدم إجابالات محتملة نرجو ان تكون بعضها يساعد في تكوين مجتمعات أفضل طبعا كل الشكر للأصدقاء والصديق حسام تايح يعني والصديق كمان والأستاذ الكبير اللي التقيت بالي يوم في القاهرة صباحا فالواحد بفرهد وتعبان الأستاذ أحمد الصراف من الكبار مفكرين في الكويت وأحد أحمد جريدة القبص الكويتية وتنوير الكفرين مش عاكم كلما قابلوا وحلي وقفت الصورة بشكل صغيف جدا بشعرفكم بس كل شوية يقطع فنرجو القطع بس عندك ولا عندي أنا لا بس أنت عندك عندي أنا طيب أنا بس هولندي يعني أنت هولندي من أعوان الاستعمار ماسوني ماسوني هذا ماسوني ماسوني طبعا عمي بعد كله حاجة ماشي يلا نشوفكم على خير أيها الأصدقاء شكرا جزيلا وشكرا لك وشكرا لكل الأصدقاء عاشتوا الحاجة لن نرفع الجلسة لا أنا عادي بس أقول بأنه الدين مسألة نحتاج فقط أن نفهم بدون هذا التشنج وندعو أنه لا يدع فرصة لأحد أن يستغل ويقول ما رأيها في الدين باعتبار أمر يخص الجميع وليس خاصا بفئة أو جماعة على حساب جماعة أخرى ويجب أن نضمن هذا الحق للجميع وأن نكون صادقين ولا نكتب على أنفسنا وعلى الآخرين هذا المعيار الوحيد الذي يجعلنا نظم المستقبل أوضح يا مساهل يا كريم ونتمنى لكم ليلة سعيدة وتصبحوا على خير أيها الأصدقاء الأعزاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر